اشتركوا في القناة بحضور أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الوفود والعوائل الملكية الحاكمة المشاركة في حفل التتويج وتبادل جلالة الملك المعظم مع جلالة الملك شارز الثالث الأحاديث الودية حول عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط العائلتين الملكتين في البلدين الصديقين وما تشهده علاقات المملكتين العريقة من تطور ونمو متواصل في شتى المجالات وأعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بدور صاحب الجلالة الملك شارز في ترسيخ علاقات البلدين المزدهرة لما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والتطور والنماء وأكد جلالته واعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لسنوات طويلة وتستند لأسس متينة ودعائم راسخة وبما يربط الشعبين من صداقة قوية وتقدير متبادل معربا جلالته عن تطلع مملكة البحرين الدائم والمستمر لتعزيز وتنمية هذه العلاقات الاستراتيجية وتطوير مجالات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بما يخدم الأهداف والمصالح المتبادلة وقد أعرب صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم مثمنا دور جلالته الكبير في ترسيخ دعائم العلاقات الثنائية المتميزة والارتقاء بمستوى التعاون التاريخي الوثيق مع المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر